في خطوة تهدف إلى الحد من التداعيات الاقتصادية التي تضرب البلاد أكدت الحكومة في اجتماع لها على ضرورة تنفيذ خطة تطويرية تضمن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع النفط الخطة التي أقرت في اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط شددت على ضرورة تطوير عقد بيع النفط بما يضمن تصدير أكثر من مليون برميل نفط خام المسيلة بشكل مبدئي على أن يعود الانتاج إلى وضع ما قبل الحرب أدى تباطئ القطاع النفطي بعد عامين من الحرب إلى بروز مشكلة انعدام السيولة النقدية للعملة الصعبة ما تسبب في انخفاض سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار سلع الغذائية بشكل كبير وبموازات ذلك فقد أدى خفض الانتاج إلى انعدام المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة حيث لا تزال الأزمة تلقي بظلالها على العاصمة المؤقتة عدن ويرى مراقبون أن إعادة إنتاج النفط وتصديره يمثل أولوية قصوى للحكومة التي تسعى للاستفادة منه في إطار إعادة تطبيع الحياة في المحافظات المحررة ما من شأنه أيضا المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين موسيقى موسيقى